الكرامات ثابتة وكثيرة مما يكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياءه يموجودة مستمرة في الأعصار لكن يجب يجب على المسلم أن يكون فطنا في هذا الباب ولا يغتر لا يغتر لأن من الخطورة بمكان أن يعد الأمر الخارق للعادة مقياسا مقياسا تعرف به الولاية الولاية أولا لا يجزم بها لأحد وثانيا إنما تعرف من عمل الشخص واتباعه لكتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحافظته على الفرائض وبعده عن المحرمات وأعظم كرامة لزوم الاستقامة أعظم كرامة لزوم الاستقامة فإذا كان الشخص لا يلازم الاستقامة وتظر على أيديه أمور خارقة للعادة فهذه من الشيطان هذه من الشيطان فلا يعد بها من الأولياء ولهذا لا بد من أن يميز في هذا الباب وأعيد وأثني على الكتاب الذي أشرت إليه كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب دقيق وميزان نافع جدا في التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ترجمة نانسي قنقر